اشتركوا في القناة الفريق المحافظة المشترك مع امانة العاصمة ووزارة الصحة وهيئة الكهرباء والماء ومديرية شرطة محافظة العاصمة واكد ان الفريق المشترك ان الاجراءات التي اتخذتها المحافظة نجحت في خفض كثافة العمال في مباني المكتضة بنسبة 48% عن اجمالية العمال القاطنين في ذات البؤر لافتا إلى ان الفريق مستمر في القيام بزيارات ميدانية بشكل يومي لتصحيح اوضاع غالبية المباني المخالفة وفي ذات الاطار اطلع المحافظة اعضاء المجلس على جهود محافظة العاصمة ومديرية شرطة في توزيع الوجبات والسلال الغذائية ضمن جهود رفع ضرر الجائحة قدر الامكان عن الاهالي والمقيمين فخف الكبير نقطouv نقطوف ماهEM اشتركوا في القناة